الرئيس السيسي يواجه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع مشروعات التنموية والخدمية صوناً لأصول الدولة شكر يبحث مع نظيره اليوناني تقريب ودهة النظر بين الأطراف الليبية وسبول إنهاء المرحلة الانتقالية عقب يومين من استهداف جسر القرن بوتين يترأس غداً اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ والأزمات والأحداث الطارئة كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع قائد القيادة الاستراتيجية وعدد من المسؤولين بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ولواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ولواء أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية ولواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة ولواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ولواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا للاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعيها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تم وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة سعيا نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا لاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعيير العالمية توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى العاصمة الرواندية كيجالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية المئة والخمسة والأربعين للاتحاد البرلماني الدولي هذا ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة 210 المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي كما سيلقي رئيس مجلس النواب كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول المساواة بين الرجال والنساء كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي افتتح الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد تفقد مدبولي الأجنحة المشاركة بالمعرض واستمع إلى شرح من المشاركين من السودان والأردن والليبيا إلى جانب العارضين المصريين وأكاد رئيس الوزراء وجود توجهات رئاسية بالعمل المستمر على توفير مختلف سبول الدعم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا وتشارك في المعرض خمس دول عربية و1116 عارضا من مختلف محافظة الجمهورية إضافة إلى جناح لمنتجات أصحاب المشروعات من كرة ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وللمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية محمود تضعنا في تفاصيل المعرض وأبرز العارضين سواء من مصر أو من الدول العربية نعم بعد التحية إلهام ومصطفى أهلا بكم وكل أستاذ المشاهدين نتابع معكم الدورة الرابعة للعام الرابع على التوالي من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية هذا المعرض الذي يمتاز هذه النسخة بمشاركة واسعة من مختلف العارضين سواء من الدول العربية المشاركة أو حتى من مختلف المحافظات يتميز هذا المعرض في هذه النسخة بزيادة عدد العارضين من المحافظات المختلفة نتحدث عن 1116 عارض من مختلف المحافظات منهم المحافظات الحدودية كسيناء ومطروح الذين يعبرون عن التراث المختلف لهذه المحافظات وأيضا للمرأة التي تشارك بقوة في هذا المعرض نتحدث عن 69% نسبة العارضات في هذا المعرض ويمثلون أيضا بعض الجهات مثل المجلس القومي للمرأة فبالتالي هناك مشاركين من مختلف المحافظات أيضا هناك مشاركين من الدول العربية نتحدث عن المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف هذه النسخة وأيضا دولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة ليبيا وأيضا السودان هذه الدول العربية عبرت عن ترحيبها باستضافة مصر لهم في هذه النسخة الهمة وفتح أفاق التسويق لهذه المنتجات فهي فرصة لتسويق هذه المنتجات محليا وعالميا أيضا على جانب آخر هناك دعم كبير يقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب المشاريع من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذه المشروعات تتواجد بقوة في هذا المعرض لهم جناح خاص بهم يقدمون هذه الحرف اليدوية لتسويقها وللتشجيع أيضا على خلق فرص عمل ويعني توفير حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة لهؤلاء أصحاب الحرف اليدوية فبالتالي هناك توجه كبير من الدولة وهذا ما أكد عليه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم خلال افتتاحه لمعرض تراثنا أن الدولة تهتم بهذه المشروعات الخاصة بحياة كريمة وتقدم لهم كل سبل الدعم سواء الفنية أو حتى التسويقية من خلال تواجدهم في معرض تراثنا أيضا هناك مشاركة كبيرة جدا لذوي الهمم أكثر من مئة عارض من ذوي الهمم يقدمون منتجاتهم المختلفة من الحرف اليدوية والتراثية أيضا كتوجه من الدولة لدعم هؤلاء أصحاب الهمم في تسويق منتجاتهم داخل معرض تراثنا المعرض فرصة مهمة جدا لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المنتج الخاص بهم فيما يتعلق بصناعاتهم اليدوية والتراثية للتشجيع على تطوير هذه المنتجات محليا وتسويقها محليا وعربيا أيضا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح جناح بعنوان خدماتنا لتقديم كل الخدمات المعرفية سواء المالية أو التسويقية للعارضين بالمجان أو حتى لمن يريد أن يتعرف على كيفية دعم الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فبالتالي الجهاز يقدم هذه الخدمات للعارضين ولغير العارضين من أصحاب المشروعات المختلفة أيضا بالتزامن مع بالطبع استضافة قمة المناخ كومتوينتي سيفن يتواجد جناح خاص هنا في داخل معرض تراثنا لإعادة تدوير المخلفات هناك بعض الحرف اليدوية والموجودة التي أعيدت تدويرها وأيضا قصديقة للبيئة تزامنا مع بالطبع استضافة قمة المناخ كومتوينتي سيفن هناك حركة اليوم هو اليوم الأول لهذا المعرض هناك حركة من الجمهور بالطبع يعني بدأت تتردد على أجنحة المعرض تراثنا المختلف فبالتالي المعرض أيضا سيستمر من اليوم وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري من الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة مساء يعني محمود كما ذكرت هو بالفعل فرصة لدعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل من يريد أن ينمي الحرف اليدوية والتراثية في مصر أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية اشتركوا في القناة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تكثيف جهود الكافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 في الشهر القادم ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتبعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ خاصة لاستعدادات الخاصة بتنظيم فعالية الافتتاح لسيما أن قائمة حضوري تتضمن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات العالمية البارزة والمنظمات الفاعلة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تولي أهمية قصوى لملف تعميق التصنيع المحلي بالنظر إلى الحجم الهائل من المشروعات الجاري تنفيذها في مصر جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لبحث تعزيز فرص التعاون بين الحكومة وإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج تولومبات وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف بحث فرص الاستفادة من إمكانات الشركة في المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلن المنصق العام للحوار الوطني ضيار رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعيه التاسع والعاشر غدا للثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وأضاف رشوان أن مجلس الأمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعي بيانا يوضح منتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومتفحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائد التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 828 عنصرا إجراميا ومصرع أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة من طاق 25 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل سرق بالإكراه سلاح مخدرات وضبط معهم 314 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات بميات وفرسعين والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 111 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 990 قطع السلاح ناري أبرزها رشاشان و18 بندقية قناصة و114 بندقية و93 بندقية ألية و64 مسدسا و699 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة لـ 1780 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاسة ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 444 ألفا و141 حكما قضائيا من بينهم 1744 حكم جنايا 161 ألفا و333 حكم حبس و216 ألفا و517 حكم غرامة وأربعة وستون ألفا وخمسماء وسبعة وأربعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا 30 متهما قاموا بارتكاب 32 حادث سرق متنوع وتم كشف عموض 79 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 109 متهم وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2890 قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالية 3188 متهمة من بينها قرابة 2202 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 3266 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 115.5 كيلو جرام وضبط حوالي 24 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 42.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 51.979 قرص مؤثر و54.37 قرص ترامدول مخدر و1751 قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 198 مليون جنيه كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 443 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 130 طن وفي مجال استيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 33 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 97 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 722 من القضايا من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات وصلت إلى 51 طن أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكاس ديندياس عمق العلاقات بين البلدين وتنصيق بينهما حيال كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترق جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران عقب مباحثاتهما بالقاهرة أكد شكري أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين لسيما في قطاع الطاقة المتجددة قال وزير الخارجية سامح شكري أنه أطلع وزير الخارجي اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر وذلك لتقريب وجهة النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساس عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية أوضحت لمعالي الوزير الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ومن ضمن ذلك المشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساس عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي ليبي يخرج من هذه الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على وحدة أراضيها واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيداً عن أي تدخلات خارجية كما أكدنا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزفة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمن محدد من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني أن هناك أهدافاً استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط وذلك لإفساح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نحن كلنا نتفق على أن هناك أهداف استراتيجية وهي ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا والاستقرار لشرق البحر الأبيض المتوسط واليونان تدعم الجهود التي يتم دخلها لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ولقد اتخذنا العديد من القطوات لدعم الشعب الليبي لقد فتحنا سفارة لنا في ترابلس ونقدم مساعدات محسوسة للشعب في بنغازي ونساعد في إقامة العديد من المشروعات في ترابلس ومع هذا فإننا نشعر بالقلق فيما يتعلق بالأفعال التي تهدد الاستقرار وهذا ما يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة بحث الرئيسان الجزائري عبد المجيد تابون ونظيره الفرنسي إمانويل ماكروس ولدعم العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي استعرض خلاله الرئيسان العلاقات الثنائية وقد أعرض عن ارتياحهما لتطور الإيجابي والمستوى الذي حققته تلك العلاقات وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى الجزائر يرافقها 16 وزيرا من حكومتها حيث كان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن من المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية خلال الزيارة الرئيس الجزائري كما سترأس مع نظيرها الجزائري اللبنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس حيث سيتم تركيز على التعاون الاقتصادي إلى تطهرات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً لاثنين اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي وفقاً لما أعلنه الكرامل يأتي الاجتماع بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئياً جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا كان بوتين قد وقع مرسوماً يقضي بتجديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بقهرباء والغاز الطبيعي أحجمت الولايات المتحدة عن التعليق على الانفجار بجسر القرم وقالت إنها ستواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب وهو من يمكنه أن ينهيها إذا أراد ذلك بمجرد نقل قواته إلى خارج أوكرانيا من جهتها رجحت الاستخبارات البريطانية أن يكون الانفجار في جسر القرم له تداعيات سلبية كبيرة على قدرة روسيا في الحفاظ على قواتها في جنوب أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير لها أن تفجير الجسر أدى لانهيار مسارين من أربعة مسارات مشيرة إلى أنه رغم استئناف حركة بعض المرقبات العابرة بين روسيا وشبه جزيرة القرم فإن ساعة الجسر من الممكن أن تتدهور بشكل خطير وهو ما يؤثر على دعم القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تسكيم الغرب أسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى كييف سيكون خط أحمر بالنسبة لروسيا أضفت الخارجية أنه سيتم تحديد تدابير معينة للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها والذين يردون الأسلحة إلى كييف عقب تحليل شامل للوضع المتطور كما أكدت الخارجية الروسية أن مساعدة واشنطن لكييف يجعلها طرفا في هذا الصراع أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أن بلاده ترفض تلميحا من قبل بيلاروسيا يزعم بأن كييف تخطط لشن هجوم على الأراضي البيلاروسية وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف لم تتعد على أراضي أجنبية وأنها تلتزم بالأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة مضيفة أنه يتعين على السلطات في بيلاروسيا التوقف عن تلبية رغبات الكريملين والتوقف أيضا عن تقديم الدعم لروسيا في تنفيذ عملياتها في أوكرانيا أشهدت روسيا بمجموعة توبك فلاصل الجهودية في مواجهة ما وصفته بالفوضى التي تبثها الولايات المتحدة الأمريكية في أسواق الطاقة العالمية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن وضع الصقف لأسعار الطاقة سيزعزع أسواق العالم مشيرا إلى أن تخلي الاتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية ستكون له عواقب وخيمة استبعد وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية أن تشهد البلاد انقطاعات مكررة سلفا لطيار القهربائي خلال الشتاء المقبل يأتي ذلك تعقيبا على تحذير من الشبكة الوطنية للقهرباء من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعات للطيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة تعطلت حركة القطارات مجددا في بريطانيا بسبب إضراب نقابات السكك الحديدية التي تطالب بزيادة الأجور في ظل التضخم القياسي وأكدت نقابات السكك الحديدية أن هذا الإضراب جزئي ويعمل قطارا واحدا فقط من أصل كل خمسة قطارات في البلاد تواجه بريطانيا الكثير من التحديات الاقتصادية ومن أهمها التضخم وتعطيل أجور العاملين مما أدى إلى تعطل حركة القطارات مجددا ويأتي هذا الإضراب بسبب مطالب نقابات السكك الحديدية بزيادة الأجور في ظل التضخم القياسي نقابات السكك الحديدية البريطانية أكدت أن الإضراب جزئي حيث يعمل قطار واحد فقط من أصل كل خمسة قطارات في البلاد وأشرت إلى أنه تم إغلاق نصف الشبكة شركات القطارات دعت الركاب إلى عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية ويشارك في هذا الإضراب نحو أربعين ألف عضو في نقابة RMT بشبكة نوتورك رايل وخمس عشرة شركة لتشغيل السكك الحديدية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتشهد بريطانيا أزمة خطيرة مع ارتفاع كلفة المعيشة في ظل نسبة تضخم تناهز عشرة في المائة وهي الأعلى منذ أربعين عاماً ويشعر البريطانيون بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا الشتاء ورغم الأعلان عن تحديد أسعار قصوى للطاقة إلا أن ذلك جاء بعد تضعفها خلال عام واحد وباتت الحكومة الجديدة التي تدير البلاد منذ شهر تحضى بنسبة تأييد هي الأدنى على الإطلاق أكد مسؤولون نقبيون في فرنسا تواصل إضرابات العاملين في عدد من شركات البترول الكبرى بالبلاد هذا وتواجه أكثر من 20% من محطة الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد قالت وكالة بلومبرج أن أكثر من نصف الأسر الأمريكية تعاني ضغوطاً شديدة بسبب التضخم وفقاً لاستطلاع رأي لمكتب الإحصاء الأمريكي فإن عدد المشاركين الذين يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم تزداد في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وكذلك الغموض الاقتصادي ارتفع معدل التضخم في المكسيك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً مسجلاً 8.8% الشهر الماضي كان البنك المركزي في المكسيك قد رفع سعر الفائد القياسي إلى 9.25% الأسبوع الماضي لمكافحة التضخم المتسارع حيث تستورد المكسيك 57% من الحبوب الأساسية التي تستهلكها السادسة مستمرة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها واشنطن توب ليغو بيونج يونج استعدادها الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة تتواصل الانتخابات الرئاسية في النمسا وأعرب الرئيس النمسوي أليكزاندر فاندر بيلن عقب إدلائه بصوته عن أمل في أن يعاد انتخابه دون الحاجة إلى جولة إعادة الوضع جديد تماما لم يحدث من قبل وجود سبعة مرشحين وستة مرشحين معارضين من مختلف التوجهات السياسية سنرى ما تسفر عنه الانتخابات الرئاسية هذه هي الديمقراطية سنرى باحترام ما سيصدر الليلة أو غدا ونذهب بثقة إلى جولة الإعادة في السادس من نوفمبر بتاريخ سياسي حافل يتصدر الرئيس النمسوي الحالي لإكزاندر فاندر بيلن التوقعات بالفوز والانتخابات الرئاسية الحالية ويأتي جيرالد جوسر في المرتبة الثانية كأقرب المرشحين للفوز بعد بيلن ترجمة نانسي قنقر قالت رئيسة وزراء سكوتلندا إنها واثقة من إمكانية إجراء استفتاء ثاني على استقلال بلادها عن المملكة المتحدة محددة شهر أكتوبر من العام المقبل موعدا محتملا لإجراء هذا الاستفتاء وتبدأ المحكمة العليا في بريطانيا يوم الثلاثاء المقبل الاستماع إلى الحجج المتعلقة بالسماح بالتصويت على الانفصال دون موافقة رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس وحكومتها قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بلاده أبلغت كوريا الشمالية باستعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة يأتي ذلك في عقاب الإعلان عن رصد صاروخين باليستيين أطلقتهم بيونج يونج وقطع ما يقرب من 350 كيلو مترا ووقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يبدو أن ظاهرة الصواريخ المتساقطة من السماء باتت مألوفة بشكل شبه يومي في شبه الجزيرة الكورية وسط تواصل التجارب الصاروخية الباليستية من ناحية بيونج يونج والتدريبات المشتركة بين واشنطن وسول من الجانب الآخر دول مجاورة لكوريا الشمالية قالت إن بيونج يونج أطلقت صاروخين باليستيين في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها في غضون أيام مما زاد القلق على نطاق واسع في واشنطن وحليفتيها توكيو وسول من تلك التجارب مسؤولون في كوريا الجنوبية قالوا إن تصعد وطيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل جارتها الشمالية قد يشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017 حيث تم رصد استعدادات تجري في موقع الاختبار منذ أشهر أما وزارة الدفاع اليابانية فقد أكدت أن الصاروخين وصل إلى ارتفاع مائة كيلو متر وقطع مسافة 350 كيلو مترا لافتة إلى أن الصاروخين وقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وتقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية عبارة عن إجراءات للدفاع عن النفس ضد ما تصفه بالتهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة وأنها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة رفعت السلطات اليابانية حالة التأهب عقب إطلاق الكوريا الشمالية صاروخين باليستيين وقالت تركيو إن الإجراءات التي تقوم بها بيونج يونج تنتهت قرارات مجلس الأمن وصلت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية التحذير بسبب الفياضانات التي تضرب الولاية هذا ومن نطاقع أن تضرب عصفة أخرى للاية بداية من يوم الأربعاء يصحبها المزيد من الأمطار قال المركز الوطني الأمريكي للأعصير إن العصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى إعصار فوق منطقة أمريكا الوسطى أضاف المركز أنه من المحتمل حدوث فيضنات وانهيارات طينية جرأ الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى ودنو المكسيكا هي الطبيعة تغضب ولكن هذه المرة بقوة مفرطة العصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى أعصار مع رياح بلغت سرعتها 120 كم في الساعة مما يهدد معظم دول أمريكا الوسطى ويحذر المركز الوطني الأمريكي للأعصير من أنه طول الأمطار المصاحبة للأعصار جوليا قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجأة وانهيارات طينية قد تحصد أرواحا نيكاراجوا استبقت وصول الأعصار للساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بإعلان حالة التأهب القصوى وتفعيل وحدات الإنقاذ وإجلاء لألاف السكان مع توقف حركة الصيد بينما سارع المواطنون إلى تخزين احتياجاتهم الضرورية في جواتيمالا وضعت 22 منطقة في حالة تأهب قصوى من جانب خدمات الحماية المدنية مع اقتراب العصفة التي قد تؤثر أيضا على السلفادور وفي هندوراس أعلنت الحكومة التفريغ الوقائي للسد الكهرومائي الرئيسي الكاجون في إجراء احترازي خصوصا أن البلاد شهدت فيضانات وعمليات إجلاء في نهاية سبتمبر في محيط سان بيدرو سولا ثاني أكبر مدينة في البلاد والمنطقة الأكثر عرضة لتهديد جوليا هي الطبيعة وقد كشرت عن أنيابها وبات لكل بقع من بقاع كوكبنا ذكرى مع غضبها وجمحها ومن بين تلك البقاع أمريكا الوسطى التي فقدت مئات الأشخاص وخسرت ملايين الدولارات بسبب أعصار إيتا ويوتا نهاية عام 2020 وتستعد الآن لمواجهة جوليا استقبلت محافظة الإسماعيلية الألاف من صناديق المواد الغذائية ضمن قافلة مبادرة وصل الخير ثلاثة وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية من ضمن القافلة ثم توزيع صناديق الخير في ثمانية مراكز بالمحافظة بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوي حيث تأتي القافلة ضمن الموجة الثالثة لمجموعة قوافل ستغطي كافة مراكز المحافظة تباعا يستفيد بها أكبر عدد من الأسري في القرى والتوابع استضافت جامعة تنتفعليات الندوة التوعوية الطلبية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات المصرية بكافة محافظات الجمهورية للنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنشارك مع محافظة الغربية الحقيقة في الكثير من الاستشارات الهندسية في كثير من الأنشطة المرتبطة بحياة كريمة بالإضافة نحن بنشارك بالقوافل التنموية وقوافل الشملة في المحافظة ومش بس في المحافظة الحقيقة ولكن كمان خارج المحافظة موجودين في ضيافة رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات وإخواتنا الطلاب علشان نعزز من مفهوم العمل المجتمعي وثقافة العمل الأهلي والتطوعي كان في البداية حابين نوجه للطلبة يعني إيه حياة كريمة؟ حياة كريمة عملت إيه؟ بمناسبة يعني إحنا خلاص قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء الندوة النهاردة كانت بخصوص توجيه رئاسي إننا نازلين علشان نعمل توعية لإخواتنا الطلاب بأعمال مبادرة حياة كريمة وإزاي بتتم في المركز الزفتة عندنا الأعمال كلها بداية من أعمال البنية التحتية وكمان تطوير عندنا اللي هي الخدمات سواء كان تعليم سواء كان صحة سواء كان بناء عنصر الإنسان عموما نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بمدة ستة أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة أكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على أن كافة إصدارات قطع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها وأنه يتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث فيما عدا القيد العائلي انطلقت فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي هذا في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وخلال المؤتمر تمت منقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقها مجلس الوزراء مبادرة المشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة تم إطلاقها من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء في نهاية أغسطس 2022 لتحفيز المحافظات والمجتمع المدني والأفراد والهيئات والشركات النشئة للمشاركة في هذه المبادرة طبعا المدة الزمنية كانت مدة صغيرة جدا ولكن المحافظات اشتغلت بشكل سريع على نشر وعي هذه المبادرة ومنذ أعلان المبادرة في أغسطس الماضي واشتغلت المحافظة على المبادرة توقع للتوبهات الصدرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التقديد واشتغلت المحافظة على كونة اللجنة التنفيذية تقدم عندنا في المحافظة حوالي 222 مشروع في الآخر اللجنة استقارت على 27 مشروع تنطبخ على المشروع الستة اللي نزلهم المزارة كنا بنبحث عن المشروعات اللي بتقدم نفع فعلي للناس على الأرض احنا عندنا في محافظة بنسويب المشروعات المقدمة فيه مشروعات بتستغل المميزات النسبية اللي موجودة عندنا بتستغل العلم زي فيه مشروعات قائمة على النانو تكنولوجي فيه مشروعات قائمة على المناطق الخلابة اللي موجودة في المحافظة نعملنا مبادرة اسمها مبادرة بلدنا لتصديف كمة المناخ واللي أطلقها المكتب العربي للشاب والبيئة ومنصة الفيوم للتغيرات المناخية المبادرة كان بيتهدف إلى توعية المواطنين والأجهزة التنفيذية بالتحديل لكوب 27 مشروع بيهدف إلى أن احنا نسترجع جزء من تراب البيباس عن طريق بعض الإجراءات الكيميائية واستفيد بيه كمدخلات للصناعة مرة تانية بالإضافة لأن الأملاح الزائبة اللي موجودة الأملاح دي قدر تطلع منها أسميدة تستخدم في الزراعة كسلفات البوتاسيوم وصلنا معكم مشاهدي الكرام لآخر أخبار المال والأعمال في نشرة سادسة والتفاصيل الأخبار مع دينا شرف تفضل شكرا لك إلهام شكرا لك مصطفى والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا أكد وزير البوترول طارق الملة أن هناك نسبة كبيرة من كميات الزيت الخام في الحقول المتقادمة تمثل فرصة لمختلف شركات البحث والإنتاج في ظل الأسعار العالمية المرتفعة وذلك لبدء العمل على التنمية والإنتاج من هذه الحقول جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة عمل حول الاستفادة المثلى من الحقول المتقادمة والتي انطلقت فعليتها في حقول الشركة العامة للبوترول بمنطقة رأس غارب بصحراء الشرقية وتشارك فيها كبريات شركات الإنتاج والخدمات البترولية المصرية والعالمية قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادية تم أداد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهز المركزي للتعابئة العامة والإحصاء وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهو ما يعكسه الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية وإلى سوق المال حيث تراجعت مؤشرة البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات مستهل جلسات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المثثمين الأجانب قابلتها عمليات شراء من قبل المصريين والعرب وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 691.2 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيجي أكسترتي عند مستوى 10.010 نقاط يتراجع بنسبة 7.10% ويغلق عند مستوى 9.940 نقطة كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إيجي أكسترتي عند مستوى 2217 نقطة لغلق عند منخفضاً عند أو بنسبة 1.4% عند مستوى 2.184 نقطة وفتح مؤشر إيجي أكسترتي عند مستوى 3156 نقطة بتراجع بنسبة 1.9% لغلق عند مستوى 3222 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسرع عملات أمام الجنيه المصرية ليسجل أدر الأمريكي 19.60 قرش للشراء و19.70 قرش للبيع اليورو سجل 19 جنيه و9 قرش للشراء و19.20 قرش للبيع الجنيه الإسريني سجل 21.72 قرش للشراء و21.85 قرش للبيع وبالنسبة العملات العربية فقد سجلت درهم الإماراتي 5 جنيهات و33 قرش للشراء و5 جنيهات و36 قرش للبيع وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و21 قرش للشراء و5 جنيهات و24 قرش للبيع وفي منطقة الخليج وصلت البورصة السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي وسط عمليات بيع لجني الأرباحة وهبط المؤشر رئيسي للسوق بنسبة 1.6% وعلى جانب آخر كانت الأسواق في البحرين والقويت وسلطنة عمان مغلقة بسبب عطلة رسمية ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إلهام ومصطفى إليكم بها مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العنوية الرئيس السيسي يوجه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية صونا لأصول الدولة شكري يبحث مع نظير اليوناني تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والسبل إجراء الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية عقب يومين من استهداف ديسف الكرم بوتين يترأس غدا اجتماعا لمجلس الأمن الروسي نهاية النشرة دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة